وقد أمر الله بإخراج هذه الزكاة كما قال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أما الركن الثالث فإيتاء الزكاة والزكاة مقدار معلوم من المال الزكوي يخرجه الإنسان لأصناف محددة كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وقد أمر الله بإخراج هذه الزكاة كما قال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وكما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وكما قال جل وعلا في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أياته يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقد أوجب الله عز وجل الزكاة في أربعة أصناف من الأموال أولها النقود كالذهب والفضة وما ماثلها كالأوراق النقدية لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وثانيها الخارج من الأرض لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضحي نصف العشر والنوع الثالث من الأموال الزكوية بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم فمن ملك فيها نصابا وجب عليه أن يخرج زكاتها وأما الصنف الرابع فأموال التجارة وهي كل سلعة أعدها أصحابها للبيع فإنه يجب على الإنسان أن يزكيها سنويا ويخرج فيها ربع العشر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا وأنفقوا من طيبات ما كسبتم وبالتالي يجب على الإنسان أن يخرج زكاة أموال التجارة وهذه الزكاة لها أحكام يجب على الإنسان أن يراعيها